انا بدرس وبتعلم ليش عشان اواجه سؤال في النهاية درست كثير 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 للانتحان فنتيجة لذلك انجحت يو اللهم اجمل هاي الشغلات لما نستعملهم في موضع التعبير احتاج مصطلحات لها دخل باشي اسمه opposition يلا جماعة الخير بسم الله الرحمن الرحيم ربي يعطيكم الصح والعافية اخونا الاستاذ طارق الدروح حب يدخل ويعطيكم هيك يعني فرفشة سريعة قبل ما نبدأ حصتنا لليوم حس خفيفة طيفة رح نحكي فيها عن جزئية معنية في المادة الحفظية لجيل 2007 من باب التأكيد لأنهم معلومة موجودة معهم في منهاجهم وجيل 2006 علشان يرجعوا يذكروا اهم الافكار الحفظية اللي مرت معهم بالفصل الاول وتحديدا بالوحدة الاولى فبسم الله الرحمن الرحيم جماعة الخير صلوا على رسول الله احنا دائما وابدا في اسئلة الوزارة نسأل عن المادة الحفظية وبطرق مختلفة هس بالنسبة للشي اللي وراي رح نسأل عنها بطريقتين رئيسيات قد تكون ضع دائرة وقد تكون سؤال من نص من ايش من قطعة لأنه احنا عنا في قطعنا هما ما بيحطوا المادة الحفظية عبث حاطينها لأنها موجودة في قطع كثيرة الكلمات اللي رح نتعرف عليها عليهم وراي الآن الأجزاء هاي الموجودة يا جماعة الخير أجزاء كثير مهمة ليش؟ لأنه الآن ممكن من اسئلة القطع وانتو بتعرفوا 60 علامة في الوزارة على القطع لأن ممكن يسألني يحكي لي تعال الكلمة هاي شو وظيفتها الموجودة في القطعة لأن لازم أكون حافظ الوظيفة وروح أكتب ليها على السريع هاي طريقة في سياسة ضع دائرة الوضع شوي مختلف ليش؟ بيجيب لي جملة قد تكون جملة خارجية يعني مش من جمل اللي كتاب بس عادي بس كثير واضح الأمور أنه في كلمة مكتوبة وتحتها خط والكلمة هاي المكتوبة بتكون واحدة من هذول وبكون تحتها ايش؟ تحتها خط وبرح بيسألني الكلمة اللي تحتها خط شو وظيفتها؟ ايه؟ شو ماله هذا الزنماء؟ بيسألني عن وظيفة بالنهاية بهمنيش الجملة كلها ولا بهمني المعنى تبعها فعلشان هيك يا جماعة الخير الكلمات هذول معروفين في المادة وتحديدا مادة الفصل الأول اللي بنحكي إحنا قاعدين لأن الفصل الثاني إلو كمان كلمات خاصة فيه خفاف الطاف سهلات إن شاء الله فتعالوا نتعرف عليهم يا 2007 وتعالوا نستذكرهم يا 2006 تعالوا علي الآن أول إشي لازم تعرف إنه هذول الوظائف اللغوية بيسموهم Language Function Language Function هم الوظائف اللغوية إيش يعني يا أحمد وظائف لغوية؟ يا جماعة الخير الوظائف اللغوية هي عبارة عن مصطلحات وكلمات إلها وظيفة تحمل وظيفة معينة حسب إيش؟ حسب استعمالك لإلها في الجملة طب أبو الثلجي هاي الكلمات لما أحفظها وأتعلمها وأعرف معنيها زي ما هسترح تعلمنا بقدر أستعملها في مواضيع تعبير؟ بقول لك ممتاز 100% صح طب بقدر أحطها في أسئلة التفكير الناقض؟ بقول لك أبدعت مليار بالمية صح حقدر أجاوب عليهم لو يجوني بسؤال استخرج أو سؤال إنه دخل في النصوص؟ بقول لك 100% صح طب لو جاب ليها ضع دائرة من جملة خارجية؟ بقول لك 100% صح معناته الآن أصبح الموضوع سلس لازم أنا أحفظهم يا أحمد بقول لك 100% صح تعالوا الآن نشوف شو القصة؟ بحكي لك الآن على سبيل المثال هناك مصطلحات وظيفتها أن تعطي نتيجة يعني جماعة الخير أنا درست كثير 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 للامتحان فنتيجة لذلك انجحت تمام تمام الآن المصطلح لأنا ذكرته ونتيجة لذلك هذا المصطلح لما أنا استعملته شو كانت وظيفته؟ إنه يعطي نتيجة بعده صح؟ صح إذن هذا مصطلح ونتيجة لذلك هذا مصطلح شو كانت وظيفته؟ وظيفته تعطينا نتيجة ممتاز بحكي نوع أخرى يعني ومصطلحات أخرى قد تعطي تناقض قد تعطي إشي اسمه تناقض وأخرى قد تعطي أسباب ممتاز في مادة الفصل الأول تحديدا أنا وإياكم ده نشتغل على المصطلحات اللي بتعطي نتيجة وعلى المصطلحات اللي بتعطي إيش تناقض طب أحمد شو يعني تناقض؟ جماعة الخير التناقض هو أنا اللي بحكيه دائما بقاعاتي الصفية وفي بطاقات الحسس الأونلاين دائما شو بقول؟ بقول إنه خلف خلاف عكس عكاس يعني جماعة الخير والله الموضوع كالتالي أحمد الثلجي شخص كثير رائع بجنن يا الله ما أحلى شغله وما أحلى تدريسه ولكن بالرغم من ذلك آه مخيفة لكن ما هاي هس طبيعي جدا البني آدم شو يحس إنه بعد ما أحمد قال وبالرغم من ذلك يبلش ينتقد أحمد سلبيا لاحظ قبل هاي الكلمة كان يحكي أشياء إيجابية عن أحمد بعد هاي الكلمة إحساسي بيقولي رح يحكي عن إشي سلبي معلاته هاي الكلمة إجت لتبني تناقض بين اللي قبلها واللي بعدها إذن الكلمة هاي تعمل تناقض بين اللي قبلها وبين اللي بعدها يا الله ما أجمل هاي الشغلات لما نستعملهم في موضوع التعبير بتعطي رونك خاص لموضوع التعبير تبعي وبتخليه عن جد جميل وبتخلي شغلنا مرتب فتعالوا يا جماعة الخير نعرفكم الآن على المصطلحات اللي هون اللي في اللون الأورانج اللي هو اللون اللي هو البرتقالي هاي المصطلحات شو وظيفتها to indicate أو to express يعني يا to indicate يا to express يعني تبين أو express يعني تعبر عن يعني واحدة منهم استعمل يا بقول to indicate إشي اسمه opposition يعني تناقض أو بتقول لي أحمد إنها وظيفتها to express opposition تمام تمام أحمد الثلجي بيقول لك احفظ للكلمة هاي opposition هاي رح أقزز الأردن كلها كل مشرح قطعة أشوف كلمة أقول لك شو وظيفتها طيارة بدي يخطر في بالك يا إما opposition يا إما إشي اسمه إيش اسمه consequence consequence لاحظ نفس الكلمات لتبين لتظهر لتبين لتعبر عن إشي اسمه consequence يعني نتيجة نتيجة ممتاز الآن يا جماعة الخير بسم الله الرحمن الرحيم ننطلق ونبدأ بالمصطلحات اللي بتعطيني إشي اسمه تناقض جماعة الخير أول كلمة من الكلمات اسمها مين however ولما أستعمل however لاحظ إنه دايما تتبع بفاصلة فhowever يا جماعة الخير اللي معناها بالرغم من ذلك اللي معناها بالرغم من ذلك أحمد هاي اللي استعملت قبل شوي في مثالك بقولكم أبدعتم however يا جماعة الخير رح نشوفها كثير في قطع وراح تسمعني دايما أقول لك يلا شو وظيفت however طيارة ش بلت تقولي opposition 2006 كلكم هاي أنا عارفكم حفظينها قد ما عندناها however شو وظيفتها opposition 2007 من وراي يلا بلش من الهسة opposition لمين للhowever إذن however شو وظيفتها سمعني opposition ممتاز الآن في كلمة زيها زيها اللي هي whereas اللي بتيجي بنفس المعنى بمعنى whereas بمعنى بالرغم من ذلك لاحظ إنه بعدها كمان شو بعدها فاصلة إذن whereas شو وظيفتها opposition شو وظيفتها opposition شو وظيفتها opposition إذن دائما وأبدا معي however شو وظيفتها opposition whereas شو وظيفتها opposition ممتاز حس الجماعة الخير في عندي كمان إشي اسمه despite despite برضو وظيفتها opposition despite برضو بتيجي بنفس المعنى بالرغم من ذلك يعني أحمد الآن however whereas despite نفس المعنى أكيد الآن شو وظيفتهم opposition زيد عليهم although وبالرغم من ذلك although وبالرغم من ذلك من معناها معناته شو وظيفتها opposition إخواني قطعوها عشان تعرف تلفظها oppo oppo اللي هو التليفون الصيني الجهاز الصيني oppo opposition opposition ممتاز opposition ابدعتم الآن في عندي آخر وحدة on the other hand يعني في الطرف الآخر الآن دائما شو نقول هس بالنسبة للموضوع الآن من جهة الأولى هو كذا 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 ولكن من الجهة الأخرى يعني الجهة الأولى إيجابية معناته الجهة الأخرى أكيد رح تكون إيش عكسها يعني سلبية فمعناته on the other hand لاحظ كمان جاي بعدها إيش جاي بعدها فاصلة طب أبو الثلجي despite although ما فيش بعدهم فاصلات on the other hand جاي بعدها فاصلة هس on the other hand برضو يا أحمد من معناها يعني من الطرف الآخر أو في الجهة الأخرى معناته أكيد الجهة الأولى إيش الجهة الأخرى رح تكون إيش ثاني معناته خلقنا هون إيش اسمه تناقض إيش يعني تناقض يعني opposition معناته الآن في عندي خمس كلمات أو مصطلحات تعبر أو وظيفتها إنها تعطي opposition يلا مع بعض يلا مع بعض نبدأ بالكلمة الأولى however however whereas whereas عندي despite despite although وفي النهاية on the other hand on the other hand ممتاز هاي الجزئية تحديدا هاي رح تشوفوني لو قدام أحكيلكو عنها كثير لأنه هاي أحد خلينا نحكي الإبهارات اللي أنا برشها على موضوع التعبير بتعطي جمالية خيالية ليش أنه في مواضيع التعبير كثير من مواضيع التعبير المقترحة في الوزارة شو رح يقولنا أكتب بلا موضوع تعبيره غلبك عن إيجابيات وسلبيات تكنولوجيا طب موضوع تعبير عن إيجابيات وسلبيات الدراسة في الليل إيجابيات وسلبيات الدراسة عن بعد إيجابيات وسلبيات الـ online shopping اللي هو التسوق الإلكتروني لاحظ إنه هون بدي أنا إيجابيات يعني في إيد معينة أو من جهة معينة أحكي إيجابيات وفي الجهة الأخرى أو من جهة أخرى يعني يعني السلبيات فأكيد هون رح أحتاج مصطلحات في مواضيع تعبير زي هيك أحتاج مصطلحات إلا هدخل بإشي اسمه opposition تمام تمام هسا تعالوا لي على consequence أنا بعرف الكلمة يعني قد تكون طويلة ولفظها شوي صعب بس يلا معاي consequence 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 أسرع consequence 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 منتازة إلا فضتها صحة لأن consequence وظيفتها تعطي نتيجة وأول كلمتين أو مصطلحين لاحظوا أنه نفسها 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 طلع لما تشوف جملة أو كلمة حاطلك تحت خط زي هاي as a consequence طب as a consequence جبت لك إياها وتحت خط وقلت لك اعطيني وظيفتها سهلة ما هي consequence consequence معناته الآن هي وظيفتها نفس الوظيفة اللي فوق واثنيناتهم معناهم نتيجة لذلك نتيجة لذلك وبنلاحظ أنه as a consequence شو بيجي بعدها فاصلة الآن مضطع اللي بعدها أختها أختها بالضبط ولكنها ضرف لما نأخذ المشتقات رح تعرفوا أن ال y نهايي الضرف الآن شو جاي بعدها فاصلة فشو الكلمة أهلا بالشيخ تعال تعال تعرف ليش؟ لنبتين نفس الشيين وإياك صح؟ صح هلا بالشيخ جماعة الخير أعرفكم بسيمفونية الكيميا هذا الزلم أنا ترحبه كثير وأنا كثير طلاب مشتركين بينه بينه ترح ما في طالب عند الثلجي غير يمدح في هذا الزلم هذا أيصر الفحماوي ملك الكيميا أي طالب علمي ما بتحضر عنده فأنا حزعل منك صدقا والله غزعل منك لأنه هون منبع علم هون منبع إرادة هون منبع أحلام وأهداف وأحكيها مش بوجه والله دائما بحكيها بظهره أقسم بالله لأنه جماعة الخير أنا بآمن أنا مدير منصة صح وأستاذ بس أنا بآمن بالشخص المكافح والقيادي وهي مثال من أقوى الأمثلة الممكن تذكر في زمننا الحالي الله يكبر الله يكبر كيف تحسين يلا يسلم طبعا جماعة الخير الساعة ثنتين للربع هاي عشان ستقولي ثنتين إلا يارب بنها تبين لا امفوكس 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 مش مش مشكلة ثنتين إلى الربع زي ما تتو ووصل ليش لالفتر تصوير تصوير هاي الكفاح اللي أنا بحكي عنه طبعا أنا عملت هيش تسويق لحالي أنا كمان قابس يصور بس جماعة الخير زي ما هذا هيك سيد أنا بعرف أنه موعدتك بس خلني نخلص الفيديو هذا و خدراتك وإجراتك سيد بشة الله يسلم الله يسعدك يا قلبي الله يسلمك الآن جماعة الخير اللي أحضوا حكينا العنوان الرئيسي إنه الوظيفة هي consequence لما أقول لك الكلمة هاي شو بتعطي بتعطيني consequence فالكلمات اللي رح يسألوني عنهن شو هنه رح يسألني عن as a consequence رح يقول لي consequently بيجيب لي هاي الكلمة وهاي الكلمة بيقول لي أحمد شو وظيفتهم باقول له نفسهم هاي نفسهم consequence consequence سهلات حلو جماعة الخير في عندي بدأ نطو شوي بدأ نطو شوي as a result هس ليش نطيت على as a result لأنها سهلة كلمة result نتيجة لما نقدم امتحان الآن بعد ما خلص امتحاني الآن آه يا مس صلحت الامتحان آه والله صلحت طب شو الresult تبعتي شو النتيجة تبعتي إذن كلمة result معناها نتيجة فالمصطلع لهون as a result يأتي بمعنى نتيجة لذلك نتيجة لذلك فمن معناها أظل الأمور واضحة أنها بتعطي نتيجة وإذن as a result الوظيفة تبعتها هي أنها تعطي إيش؟ تعطي consequence ممتاز إذا سألتك شو وظيفة as a result هتقول لي طيارة اللي هو تعطي consequence ممتاز 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 الآن هسا بيجي على therefore قد تكون قد تكون جديدة على بعض الطلاب وقد تكون معروفة لبعض الطلاب بس الآن بهمني الطالب يعرف أنه في فاصلة بعدها زيها زي as a result زيها زي as a consequence زيها زي consequently therefore معناها نتيجة لذلك طب أبو الثلجي هذا كله معناها نتيجة لذلك يا جماعة الخير طبيعي لأنه كلهم وظيفتهم يعطوا نتيجة صح؟ آه والله كلامك صح إذا ما انتزل ما فهماني أبو الثلجي حبايبي ربي يسعدكم جماعة الخير لو إيجاك وهي الكلمة متكررة كثير therefore و however يا الله شو بتكرره كثير؟ كلمة therefore إما في قطعة أو في جملة حاط لي تحتهم خط و بيقول لي أحمد شو الفونكشن؟ هلو هلو يلا تعالوا كتب كلمة function هون هاي كلمة مو هدا أكتب لكم يا عبدية وسعى هاي هون الآن كلمة function function هاي مفتاح الكلمة هاي مفتاح السؤال أنا لو قدام رح أعلمكم طلابي شو هم المفاتيح الكلمات المفتاحية اللي موجودة في السؤال اللي بتخليني أفهم السؤال شو بده؟ لما أشوف بالسؤال كلمة زي هاي الكلمة اللي معناها وظيفة شو معناها؟ وظيفة رح يقول لك الكلمة والتي تحتها خط بغض النظر عن أي وحدة من هذول كلمة تحت خط أوكي واضح الأمور هاي الكلمة مبينة وتحت خط في السؤال مبين شو بدك يعني أعرف لك فيها؟ حيقول لك شو الفونكشن تبعها؟ شو وظيفتها؟ سهلا إذا لقيت مثلا كلمة therefore شو وظيفة therefore؟ consequence as a consequence consequence طب أخداعكم شوي however شو الفونكشن تبعها؟ ممتاز opposition طيب الآن بدي الفونكشن تبع although opposition ممتاز طب الفونكشن تبع despite opposition أبدعتو في النهاية هون نهاية الجدول في عندي in this way in this way يعني وبهذه الطريقة يعني كأنه بعطيك استنتاج يعني بعطيك نتيجة استنتاج نتيجة فلما يقول لي in this way وبهذه الطريقة وبهذه الطريقة الآن شو راح يصير؟ راح يصير كذا وكذا وكذا معناته اللي راح يصير هذا نتيجة إشي معناته إجباري هاي المصطلح اللي هون in this way يعطيني function تبعه شو الفونكشن تبعه؟ consequence وإنس أبدعتم الآن جماعة الخير تعالوا نشوف الحكي هاذ على أرض الواقع أنا لازم أعود طالبي كيف يحتك بالأمور هاي على أرض الواقع بالميدان بالميدان يحميدان يعني ما فيش فيها مزح أنا بدرس وبتعلم ليش عشان أواجه سؤال في النهاية 2006 دائما بقولكم وهي الكلام راح يبدأ من اللحظة هاي لجيل 2007 في نهاية المطاف من الخصم تبعي؟ هو ورقة امتحان شو فيها؟ أسئلة معناته إذا أنا فاهم السؤال ممتاز فعلشان هيك راح يجينا جملة زيك طلع بيقولك نقطة انتهى جملة بالحرام فاهمها ما بديك تفهمها أنا بديك تطلع السؤال هاي الكلمة أحمد عطانا إياها كلمة function معناها شو؟ وظيفة شو معناها؟ وظيفة وظيفة شو؟ using يعني استعمال الآن يلا نبلش نبني مصطلحات ومفردات عنا يا 2007 بدو وظيفة استعمال مين؟ هاي الكلمة ايه؟ هاي الكلمة نفس اللي هون هاي كاتبها بخط عريض مميزها عن باقي الجملة إذن شو وظيفة despite في الجملة اللي فوق؟ سهل أنا حافظ الجدول نجرب نحلها بدون ما نرجع للجدول بعد أن نطلع نتحقق من ساحة الحل يلا despite معناها بالرغم من ذلك بالرغم من ذلك يعني تناقض تناقض بالإنجليزي شو التليفون الصيني سمينا؟ oppo صح؟ الآن بعدين position ممتاز نتأكد يلا نتأكد إذن despite وظيفتها opposition أطلع فوق هاي despite بإيش؟ بعامود opposition أبدعتم يا 2006 أبدعتم أبدعتم طيب الآن في عندي هون سؤال بحكي لي scientists have done much research therefore people can communicate more quickly and conveniently نقطة نقطة what is the function مرة ثانية لاحظ إجبال ما رح يستعمل كلمة ثانية غير هاي بسألك عن وظيفة طب وظيفة مين يا أحمد وظيفة استعمال شو كلمة therefore طب بالثلجي دائما بحط اللي إياها جماعة الخير إذا حطها فعلى بركة الله ولو ما حطها بدي يضطر يقول لك اللي تحتها خط فإذا ما كان تحت خط حيكتبها وإذا ما كتبها فتحتها خط وراح يقول لك وظيفة استعمال الكلمة لتحت خط بطلع فوق كلمة therefore شو وظيفتها يخي therefore معناها نتيجة لذلك أحمد هالك كلمة طويلة مش مشكلة هنا نتعلم جماعة الخير راح تزهقوها قد ما تسمعوها إذا وظيفتها تعطي نتيجة نطلع نتأكد يلا لأنها عندي therefore في عامود الconsequence معناته ذهب goal جبناها طيب حلو خلص أبو الثلجي بس هيك بس بتكو كمان يعطيكو ألف عافية يا جماعة الخير حبة حبة أنا أخذ إنها كل فترة وفترة معلومة زاكية لأن هاي المعلومة إن شاء الله بتثبت معاكم وبإذن الله تخدمكم وتفيدكم ربي يعطيهم ألف عافية الله بالفخمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته